سواء ستات او رجالة الاتنين نقدر نستخدم لهم الهرمون ده لانه بيتفرز بشكل طبيعي عند الست وعند الرجالة ولكن عند الست بنسب اكتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزعيكم شباب معاكم كابتن محمد مصطفى اخبركم ايه؟ طب منونا عليكم ان شاء الله تكونوا بخير انا كويس الحمد لله اه لو ديس هتسألوه في الكومنتات فانا بخير اتمنى لكم ايام سعيدة جاي النهاردة بفيديو جديد كنت اتكلمت قبل كده عن الابفاسي اللي هو الاتس شي جي فطبعا قبل كده كنت اتكلمت عن الابفاسي اللي هي الاتس شي جي او الكوريوني جنادو تروبين والطلب مني اتكلم عن الاف اس ايتش او الفوستيمون او الفلوكيلول ستميليتنج هرمون واللي هو بيجي على شكله الدوائي في علبة الفوستيمون اللي هي دي فيلا بينا نتكلم عنها ونشرحها بالتفصيل الممل الفوستيمون يا شباب او الاف اس ايتش في العلبة دي بيجي على شكل ارفو لتروفين والعلبة دي بيجي بخمسة وسبعين وحدة دولية العلبة دي شباب بتكتب دايما في رشدات النسا بتكتب في رشدات العقم والذكورة بتكتب في اي حاجة خاصة بالاباضة والطبويد والذكورة والخلفة اي حاجة يعني بتدخل حيز بنطاق ان حد عنده ضعف او نعدام في الخصوبة وعايز يخلف سواء ستات او رجالة الاثنين نقدر نستخدم لهم الهرمون دا لانه بيتفرز بشكل طبيعي عند الست وعند الرجالة ولكن عند الست بنسب اكتر طبعا الشباب العلبة دي سعرها 150 جنيه موجودة في الصيدليات تقدر تشتريها من اي صيدلية وده شكل العلبة من جوا بيتيجي في شكل فيل صغير موجود فيه الاحماض الامينية او البولي بيبتايدز الصغيرة دي اللي تقدر تحقنها في نفسك بعد ما تخلطها بامبول التحليل ده واللي هو بيبقى عبارة عن كولورايد صوديوم او مية معقامة يعني مية بتدوب لك الامبول ده او الفايل ده طبعا هم سايبين لك رشدة اد كده جوا علشان تعرف منها رشدة كبيرة اوي على فكرة علشان تعرف منها الهرمون دا بيعمل ايه الهرمون دا بيتفرز بعد ما محور الوطاء في دماغك يبعت اشارات للغدة النخمية ويقول لها عايزين نفرز هرمون ايه 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 اذا كان واحدة ست هيتفرز للمبايد علشان نحفز التبويض علشان نحفز خروج بويضة ناضجة صالحة للتخصيب بحيث يخصبها حيوان منوي وتتحول او صغير او اذا كان راجل فالراجل برضو بيتفرز عنده علشان يحفز الخصية تحديدا يحفز خلايا السرتول في الخصية والليج بانها تفرز حيوانات منوية وهرمونات ذكرية زي وزي الاتش الاتنين بيتكملوا بعض يا شباب لذلك هتلاقي اوقات كتير في لعبة كمال الاجسام اللاعيبة بتستخدم هرمون لحفاظ على الخصوبة والحفاظ على حجم الخصية والحفاظ على خلايا الليج والسرتول من انها ما تموتش لان الخلايا دي لما بيحصل عليها شوت داون من الغدة النخامية وما تفرزش حيوانات ملوية او هرمونة بذكورة الفترة كبيرة الخلايا دي بتبدأ تموت بيبدأ يحصل لها داون والخصية بتبدأ تصغر وتنكمش ويحصل فيها موت وده ممكن يعمل لك عقم على طول الحياة لماذا طويل اوي مش هتعرف ترجعه بشكل طبيعي المهم خلينا نتكلم عن الف اس ايج الف اس ايج زي ما قلنا هو هرمون مهم جدا غرضه انه يحفز التبويد عند الست او يحفز افراز الحيوانات الملوية عند الرابط ممكن نستخدمها في سايكل الهرمون الطريقة اللي بحب استخدمها بيها هي ان احنا ناخد خمسة وسبعين واحدة دولية اللي هو الكله كل اسبوع في ناس بتاخده كل اسبوعين او كل شهر حتى انا بفضل ناخده كل اسبوع لو احتاجنا ان احنا نخلف وحنا بناخد هرمون طبعا مش هتحتاج تحله ببكتيريوستاتيكووتر اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده في الاتس جي لانك هتستخدم الفايل كله مرة واحدة مش هتحتاج تقسمه على كذا مرة وطبعا العلبة دايما بتتشال في التلاجة ما ينفعش تفضل برة لان الهرمون اللي فيها او يعني الفايل ده اللي هو بيحتوي على احماض امينية زي ما انت شايف كده ممكن يبوز من درجة الحرارة العالية فما ينفعش ان يسيبه برة وخلي بالك وانت بتشتريه انك يكون سائع ويكون طالع من التلاجة ما يكونش متساب برة ما يدفعش يكون متساب برة زي ما قلت وزي ما نبهت اه شرح سريع لل اه اتمنى يكون الفيديو عجبكو لو حد عايز يعرف معلومات اكتر عن الSCG ويعرف ازاي المعلومات دي انا جبتها هتلاقوها مكودة في كتاب اوفردوز عضلات الكتاب اللي انا قلفته وخلصت كتابه كتابته اه موجود حاليا هشرح له فيه كل حاجة عن هرمونات البناء العضلي والغضل الصماء والاندوكرينولوجي وكل حاجة تخص هرمونات الجسم اه من بمداية ما يتم تحفيزها من محور الوطاء والبتيوتر جلاند لحد ما يتم افرازها من اه الخصية اكون كده خلصت يا شباب لو عجبكو الفيديو يريد تعمله لايك وشير ولو حد عايز يتابع معايا او يشتري كتب بتاعتي انا حاليا عندي كتابين اوفردوز عضلات بشرح فيه الهرمونات البنائية واوفردوز دماغ بشرح فيه النواقل العصبية وهرمونات الدماغ والعصاب بشكل عام كل ده هتلاقوه موجود على الموقع الرسمي بتاعي تقدروا تكلموني عليه وتشتري الكتب بتاعتي او تتابعوا معايا اه اتمنى تكوني الفيديو خفيف عليكم او الفوستيمون سعرها مية وخمسين قولنا تقدر تشتريها من اي صادلية وتستخدمها مرة واحدة في الاسبوع علشان تخلف وانت على سايكل او لو انت عندك انعدام للخصوبة تقدر برضو تستخدمها تحت اشراف طبيب الفيديو ده مش غرضه انه يستبدل مشهورة الطبيب طبعا الفيديو ده غرضه تفيه معرفي تصقيفي فقط لغير تمام انا ما بقولكاش تعمل ايه وما تعملش ايه اللي يقولك كده هو الطبيب المختص بمعالكتك انا خلصت اشوفكم على خير واتمنى ليكم يوم سعيد والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة